تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء أمس من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وآرب سمو رئيس دولة الإمارات خلال الاتصال عن أصدق تعازي ومواساته لحضرة صاحب الجلالة باستشهاد عدد من رجال قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل إثر عمل عدواني غادر وأليم دعا ينسمو المولى جلت قدرته أن يتغمد شهداء الواجب المقدس بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمنى على المصابين من رجال قوة دفاع البحرين البواسل بالشفاء العاجل كما تم خلال الاتصال بحث العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين والتي تشكل أنموذجا متميزا ومثالا يحتذا به للعلاقة بين الأشقاء الذين تربطهم روابط الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف والمصير المشترك اشتركوا في القناة